ماذا عن موضوع الجهل يعني موضوع الجهل كمان هو اللي عم بيقود الإنسان للعمى الروحي والظلمة إنه ما يشوفش مش عم بيشوف فبيصير يبيح ويحلل كل الأمور الخطأ بأمور ماذا عن العنف ماذا عن القاتل بيقولك طب ما فيه كمان عنف في التاريخ المسيحي منقول نعم بس هذا لا يعني أن الكتاب المقدس بعلم عن العنف هذا مش مهنة المسيح علم عن العنف لا فيه قدامنا صورة مثل كامل لكل البشرية ليش ما منمشي على أساس هذا المثال اللي أمامنا ونتشبه بالقائد بتاعنا اللي هو يعني كمال الكمال تمام برضو موضوع الجهل بمعرفة الكتاب المقدس بيؤدي إلى هذه يعني السلوكيات الخاطئة اللي بتخلي الناس تتهم الكتاب خطأ وتظن أنه الإنجيل لم يذكر هذه التحرضات كلمة الله لم تذكر هذه التحرضات والكتاب بعلم امتنعه عن كل شبه شر ولا تحب العالم محبة العالم عداوة لله بسميها يعني رسول يعقوب في رسالته صح أربعة وآية أربعة يقول أيها الزناو الزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله عداوة لله نعم فيعني كل هاي الوصايا هي كلها تعبير عن مظاهر أو مظهر القدس لما الإنسان بيتقدس بيصير عاوز يتشبه بيسوع وبيصير يكره الخطيئة أو الممارسات اللي حضرتك ذكرتها بهذه طبعا الوصايا اشتركوا في القناة